تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في الحلقة الأولى من برنامج Top 5 اللي بيجيكم كل ثلاثاء مني أنا محمد عواد عقناة سيلبي سبورت في حملة وعدكم فيها من بداية السنة أنه نظن نجدد بالقناة تدريجيا لعنما نوصل لمنتج مختلف إن شاء الله يعجبكم حلقة اليوم نبدأ فيها عن مربع ما أسميها أغرب خمس حراس في التاريخ بالنسبة إلي شخصيا وخلينا نوضح فكرة Top 5 أو فكرة الخمس خيالات اللي بدأني أقدمها هذه فكرة ديمقراطية أنا رجل ديمقراطي وبعمل شي اللي في بالي يعني أنا مش زي مرتضى بنصور فبعد ما أخلص تعطونا خياراتكم بالتعليقات اللي ممكن تختلف معي كليا أو تتفق جزئيا بدي أبدأ وأتكلم عن أغرب خمس حراس ونبدأ مع هوغو قاتي أو لوكو قاتي وبعنها المجنون قاتي حارس أرجنتيني كان جاي بفكرة مختلفة تنمى عن كرة القدم زالما جاي يستسلم حرفيا بلعب على الكرة في وقت كان الحارس تقريبا صعب تشوفه بيلمس الكرة برجله بعمل مغامرات غريبة بالتصديات ومسك الكرة لما تشوفوا فيديوهاته بتعرفوا انه احنا مش قدام حارس عادي قدام حارس أكيد غريب ينسب له انه فعلا ساهم بتطوير فلسفة حراسة كرة القدم الحارس الثاني غريب لكن عاقل مش زي اللي قبله رجر سيني الحارس الهداف اللي سجل 131 هدف يعني سجل أكثر من زين الدين زيدان اللي سجل 125 هدف مع الاندي طبعا بحكي وأكثر من انيستا اللي سجل 72 هدف طبعا حصل كثير شهادات من جنس كرقام قياسية هذا الحارس كل أهداف وركلات جزاء وركلات حرة مباشرة مع هذا هدف واحد من هجم مفتوحة حارس أرقامه التهديفية لو كانت لمهاجم حتقولوله انت ممتاز وننتقل للحارس الثالث وهذا الحارس الثالث جاي من أفريقيا وحننتبه أنه من الخمسة في أربعة من أمريكا الجنوبية لأنه واضح هما الناس اللي جايين يتسلوا في كرة القدم الحارس الثالث جاي من أفريقيا وهو الحارس الإفواري أبو بكر باري الحارس اللي اشتهر كثير في كأس العالم 2014 لما أكل العشب لما فريقه تقدم على اليونان الحارس اللي إلو موقف غريب وشهير في نهاية أفريقيا 2015 عندما نصدى لركلة ترجيح ثم أصيب ثم أعولج دقيقتين ثم سدد الركلة التاريخية اللي كسرت العقدة اللي لازمت ساحل العاج بعدم الفوز بالألقاب الأفريقية أبو باكر باري كثير كان يأوفر بردات فعله حتى لما كان في الدورة البلجيكة أو غيره دائما لما ينصاب بتروح لها ربع ساعة دائما لما يعصب بعمل شي في احتفالاته بكل شيء بحب كان يظهر شيء حارس فعلا لازم يوقف معه لأنه حارس فعلا مميز ونروح للحارس الرابعة حارس هوغو تشيلا بيرد قمة التناقل من قائد رجل نقل باري جوي حارس نقل فريق لمستوى آخر من كرة القدم ولحارس طبعا عنده مشاكل الأخلاقية الرهيبة حارس يوما ما بكل عدم أخلاق بسق على روبيرتو كارلوس حارس دخل بصرع وصدام مع أسبريا هذا المهاجم الكولومبي في تصفيات كأس الحالة فضربوا فما كان من أحد القناص الكولومبيين إلا إيجي على الأسبريا قال له معناش تسمح لأقتله فأسبريا طبعا بعد سنوات قال أنا ترجيت ورنقى الناس إنه ما تقتلوش حيفكروني أنا اللي بعثتك فلم يبعثوا أحد ولم يقتل تشيلا بيرد رغم عقله اللي كان ممكن يودي للموت تشيلا بيرد كان ممتاز جدا تسجيل الأهداف عنده 48 هدف معفل السارس فيلد الأرجنتيني وعنده ثمن أهداف دولية طبعا من أهدافه الشهيرة هدف من ريفر بليت كان عظيم جدا من نصف الملعب بشكل عام ما بين إيجابيات والسلبيات وتشيلا بيرد بالأكيد كان ظاهرة يعني أنا أذكره من أول يوم لأخر يوم ظاهر فيه ظاهرة في حراس كورة القدم ننتقل للحارس اللي أعتقد ما فيه نقاشه وهي حتى بدون ديمقراطية هو أغرب حارس في تاريخ كورة القدم هي قدتا صاحب تصدي العقرب الشهير صاحب الخطأ الشهير مع رجي من له في كأس العالم تسعين الحارس اللي بس اعملوا على اليوتيوب اكتبوا مهارات هي قدتا هتفكروا حالكم بيشوفوا ميسي يعني لعب ينطلق حارس بينطلق تلقى الدفاع على الهجوم شيء مختلف بس قدتا مش بس غريب بهذا ومش بس غريب إنه بلعب على الكرة ومش بس غريب إنه بعمل حركات غريبة قدتا هذا الرجل طبعا نعرف إحنا إسكوبار وحضرنا مسلسلات وقصص هذا الرجل كان معجب بإسكوبار مبدئيا وكان يصفه برجل أنه يعني حقق السلام والاستقرار لكولومبيا هذا الرجل سجن نتيجة مفاوضاته المالية في عمليات خطف وأخذ عليها كوميشن تقريبا يقال 60 ألف دولار كان يقال إنه كان ينسق ما بين إسكوبار وأباطرة آخرين في تجارة المخدرات بعمليات نقل الفلوس والمخدرات فسجن فغاب عن كأس العالم 94 لأنه لما خرج من السجن ما كان جاهز بدنيا يروح يمثل المنتفى قلتا يعني أعتقد كان ظاهرة في كل مسيرته وشكله ولعبه سجنه وكل شيء كان ظاهرة نوصل هنا نهاية التوب 5 اليوم وبطلب منكم بالتحليقة تحكولوا من التوب 5 الحراسي الغريبين بالنسبة لكم وحاولوا تذكروا في أسماء عربية لأنني بصراحة أنا حاولت أكون عالمي جدا في الأسماء بسوفي أسماء عربية تساعدون فيها أيضا والسلام عليكم ورحمة الله